كنت ببكركة كنت عم بتقلي هكيتو شي عن الحملة اللي أصابت البطرق؟ البطرق أكيده هو تلميز يسوع المسيح عارف أنه يسوع المسيح قاله احمل صليبك واتبعني بيعرف أنه صليبه كبير مجرد حلق صليبه على صدره معناته صليبه كبير لازم يحمل صليب المتوجع والضايع والضال وكل إنسان بهالوطن لأنه هذا بطرق الموارنة بطرق لبنان بس أنت بتويخه على الكلام اللي قالوا أنه انتصارات وهمية وهزائم مخزية أولك هو قاله صدق للرجل أو مجموعات كل أحد وكل يوم عم يجو يبكوا عنده يعني كأنه عم بتقلي أنه المسيحيين في الجنوب يعتبرون مقاومة حزب الله وهمة شي وهمة ويؤدي لها زائم مخزية انتصارات وهمية انتبه عمه لك خلينا ناخد كلمات البطرق لقالهم عن لسان كتابات وصلت له أو ناس مجموعات إجت حكيتهم انتصار وهمة شو؟ اليوم كل العالم عم تقول انتصار الفلسطينيين لأنه صمدوا مية وعشرين يوم ومية وبل يمكن يصمدوا ثلاثمائة يوم كم من بعد هذا الصمود وهمة ليش وهمة؟ صمود حزب الله وهمة؟ صمود الفلسطيني بغزة وهمة وقال لك ايش معنى؟ نطول بالك علي شو يعني وهمة؟ اليوم إذا اليهودي عن تكتك وعن يدمر وعن يبيد وعن يقتل ويسحق للشعب الفلسطيني وما في إعلام انت عم تشوفها شو عم يصير؟ ما عنا إعلام عنا هيدا الدوري ربك بيعرف ما يكون مثل هيداك اللي كان بالعراق بالزمنات هذا الوزير تبع العسكر ويحكي ويحكي وآخر شي طلع كله تفنيساً أنا عم بقول الدور اللي موجود هلأ بفلسطين وبيعمل لك خبريات والدبابة تك 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 قلبي تك 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 لب الأحمر وبيفجرها ولا مرة شفنا تفجير حقيقي مثل ما كمان مع حزب الله عمله انه وضى صاروخ وفجر ما عنا شفنا قبله بعد لش ما بيودي صاروخ تاني طي صور شو عم بيعمل الصاروخ الأول تنقدر نصدق بدي أنا هيدا الانتصارات الوهمية بالمعنى غزة دمرت خان يونس تدمر العالم انطمرت ببيوته ما عنا اي فكرة حقيقية كم فيه جده بعد انسان بريء معتر مسكين بعده تحت البنيات تبعيده معك خبر انه كلامك هيدا بيقدي لبكرة حملة شرسة من جمهور حزب الله عليك وبيحطوا صورتك مع نجمة داود حول وجك اهلا وسهلا بيعرفوني مني انا بيعرفوني مني مين انا وشو تفكيري انا عم بقول كحزب الله كشباب عم بتموت معي صورهم عالتلي فيهم تبعي واحد وواحد وبصليلهم احلى شباب لبنانية عم تموت عم تستشهد تمان كمان هلا عن يلعبوا على فكرة القتل او مش تشهد انت بتعتبرون شهداء نعم تعتبرون شهداء اهلا اكيد شهداء لانه انا اللبناني الماروني صري 1600 سنة بهالوطن بدفع شهداء ودم هن اليوم كاخوتنا حزب الله والشيعة عان يقدموا دم وبتمنى يكون عان يقدموا دم من اجل لبنان يعني اذا انتصر لبنان يقدموا هذا الربح لكل الشعب اللبناني الساعتها ايه انا ضارب لهم تحيي من هلا بس مش بعدين يرجع يحكم لبنان على طريقته ويقض لبنان غير معل وقل لي انا قدمت شهداء لا اذا انت عند دافع كمقاومة لبنانية انا بتمنى تسمي مقاومة لبنانية انا معك بس تقل لي مقاومة اسلامية ما انا مسيحي وانا ناديتهم عن الاعلام من خلال غير اكيدة وسائل اعلامية مئة مرة يا جماعة عدو تنحكي روحوا حاربوا ودافعوا وقافوا بوجه اسرائيل باسم الشعب اللبناني مش باسم كون الحزب مش باسم المقاومة الاسلامية تعوى تنعم المقاومة اللبنانية كرامة لبنان مهمة كتير وغالية ليش تسلاح ما بيجي من ايران للجيش اللبناني للشعب اللبناني كلنا سوا كلنا سوا عن نعلن بالفان من الملئان انه الاسرائيلية هن اعداءنا نحنا ضد اليهود وكل اعمالهم اللي عن يعملوها ليش ما بتصدقونا نحنا عن نقلكن ياها انا بدي اسألك ليش تهمت العمالة توجه دائما الى الموارين بالدرجة الاولى طبو من ان اللي عن يطلعوا عملاء لما عم ننبش لما الدولة اللبنانية يشوف اللي بيسجلتها طلع من هو ايا بطرك ايا مطران ايا مين عملها عملوا ما بينعمل بالمطران وهيدا مطران هونيك على الارض عايش هونيك العمل من ان اللي يطلعوا بلبنان روح اسأل روح اسأل المخابرات بس روح اسأل المخابرات الجيش اللبناني والفرق المعلومات وكلهم سوا من ان اللي عم بيطلعوا عملاء من طايف الطون هنه بيتهموا اسماء كمان مسيحية كان الى ادوار ايادية وقت حرب يتهموا اتيام في اتيام سقر طالع في حكم وقت جيش الجنوبي عملك شو ما نخلط شي حبريح وقت جيش الجنوبي مش عم نخلط انت طلبت مني اسماء انا عمعطيك ايه ما عملك الجيش اللبناني الجيش الجنوب لما رأى على جنوب اللبنان كان جيش لبناني لكن دولتنا العظيمة هي تخلط عنه راحوا هنه بالامر الواقع وبعدين هاربوا لانه في كتار صاروا قالولون اذا ضليتوا هنلا حيقتلوكم حزب الله حزب الله طلع الشرفة وما قتلوهم وما قتلوا ليدلوا وليه رجعوا ما قتلوهم بس في ناس قالولون اذا ضليتوا بيقتلوكم منهم عملاء هؤلاء لبنانيين هنه ابناء الجنوب وكانوا عايشين هوني والجيش الجنوب هو كان جيش لبناني واغلبيته اسلام أكثر من المسيحيين فإذن حاج بقى نخون بعضنا تعود نقعد على طاولة مستديرة نحكي بصدق نحكي برجولة بصراحة ونبني وطننا ونحامي عن وطننا نحن كنا بنتمنى نروح بحرب مع اسرائيل بس نكون كلنا عصمة واحدة شعب واحد وطن واحد أما اليوم إنك تروح طايفة وحدة أو حزب طايفة واحد هو يروح قاتل واحدة وليه ليه ما بنكون كلنا سوا منظمين كل رجالنا مع بعض سلاحنا مع بعض كل شيء مع بعض إذا اسرائيل عن تتعد علينا طيب إذا طلع بكرة أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله من بعد هيد الحرب وأعلن الانتصار هيدا الانتصار ما بيمثل كنيسة المارونية ما بيمثل المسيحيين ما بيمثل بشار الراعي إذا بيهدي للبنان أكيد بيمثلني أكتر إذا بده يهدي لحاله ويرجع يتمرجل علي بقلب لبنان أنا لا بقولها إذا انتصار صار لإله وهو عمله تينتصر لإله تبعدين ينتصر علي جوا أنا بساعتها مواضح حاج نحكي لغتين حاج نحكي خبز وحاج نحكي ضعف يا أنتوا مؤمنين بهذا الوطن أنا وياك وياه وياه نقدر نخلق وطن بهالصراحة وبهالصدق أو خلاش على الدنيا السلام أنا معك كحزب الله تقاوم إسرائيل لأنه إسرائيل معتدية على الفلسطيني أما اليوم هي معتدية أنا بيعتبرها على أرضي على أرضي النهار لبعد من حدودي لو عنده شبر لو متر مربع إسرائيل مسيطرة علي أنا بيعتبرها معتدية أنا مع كل إنسان بيحرر أرضه بيقاوم ليحرر أرضه بس هو هم بيقول حزب الله أنه وحدة الساحات ونحن ندافع من أجل غزة مش من أجل تحديد الأرض المحتلة من قبل إسرائيل لبنائنا